اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظرا للاسم الكبير لعبد الفضيل وايضا للصراع الدائم بين القطبين في التعاقد مع اللاعبين وايضا لما احاط بهذه الصفقة من كواليس عبد الفضيل منذ انتقاله للنادي الاهلي نجح في حجز مكانه بصفة اساسية في خط الدفاع وكان من اللاعبين المفضلين للبرتغالي منو الجزي ومن بعده لحسام البدري حيث كان حجر الزاوية في انتصارات الاهل المحلية والافريقية فلم يكن شريف مدافعا فقط بل كان لاعبا مرنا يوصف بالجوكر لاجادته اللاعب في اكثر من مركز سواء وسط الملعب او الظاهر الايمن كما انه كان مدفعجي للقلعة وهدفه الشهير في القمة امام الزمالك يشهد بذلك شريف عبد الفضيل مع النادي الاهلي حقق العديد من البطولات ابرزها دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي والمصري وكأس مصر والدوري المحلي كما شارك مع الاهلي في كأس العالم للاندية ولم تتوقف مسيرة عبد الفضيل مع الاهلي كلاعب فقط بل امتدت للتدريب بعد اعتزاله الكرة حيث يعد احد افضل المدربين في قطاع الناشئين بالقلعة الحمرى ويتوقع له الجميع ان يكون ضمن الجهاز الفني للفريق الاول في السنوات المقبلة برعا سيد شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل يحط هدف التأكيد في الجيب 36 من زمن الشهد الاول حلوة اوي وهدف هدف يوجد شريف عبد الفضيل شريف عبد الفضيل هاجه التورا والتجديدة يوالد يوالد شريف عبد الفضيل يوالد يوالد في السباحكي موقف للكابتن شريف عبد الفضيل موقف ما انساوش في حياتي في 2009 وانا صحفي كنت في احدى المواقع الرياضية يعني فكتبت خبر في وقت متأخر من الليل ان شريف عبد الفضيل رسميا في نادي الزمالك وانا ساعتك بيقوله عليا وقتها يعني في المكان اي شغل فيه صحف المجتهد الشاطر الجميل اللطيف كتابت الخبر نزلت روحت نمت ساحيت لقيت شريف عبد الفضيل في النادي الاهلي وطبعا مع شريف عبد الفضيل في النادي الاهلي انا كنت خسرت خساب باخزة جدا عشان شريف عبد الفضيل كرر يغير وجهته في ساعتين تقريبا ده حقيقي المواقف ده من سهولك صعب يا صحيح ممكن ده او ما تسمعه بالنسبالي انا يعني بحي انت فاجئتيني بكين دينده بس كانت حكاية بالنسبالي اه يا كريم لا انت مش انت لوحدك خلي بالك لان هي كانت مشكلة كبيرة الناس كتير وانا ده اللي فني بقى انه ما كانتش الوحدة اه الحمد لله مشان لوحدك فست كله لمس معي الموضوع كان للناس كلها لانه كان اعلن تماما يعني من الجهة تانية النادي الزمالك اه النادي الزمالك هو الخبر فقا كان من النادي الزمالك انه شيف خلاص معنا اه يعني النادي الزمالك كان كل عضاء المجلسة دارة قريبا طلعوا صراحهم شريف في النادي الزمالك يعني اه وطبعا كان بناء على ان الاستغنى طلعت من الاسماعيلي على هناك بس كان لازم الموافقة بتاعتي طبعا الاستغنى الموافقة بتاعتنا كتابية وقتها بالليل دي كنت تانية الزمالك لا انا مروحتش مروحتش كروكي لك اخوي الكنيناك اه اه فضل طبعا فترة كبيرة جدا اه حوالي ست تسع ساعات تقريبا تام من تسع ساعات اه كل ده حصل يعني ده خلاص بقى دخلنا على ساعة اتنين تلاتة بالليل ايوة اتنين تلاتة بالليل بقى كنت انت رواحت بقى اه الناس كلها رواحت وكتبت الاخبار وخلاص وزا مالك يفوز بصفقة شريف عبدالفضيل اه فحصلت بقى تقلبت الآية طبعا تلاتمية وستين درجة اه ان انا طبعا رغبتي واجهتي كانت للنادي الاهلي وصممت على ده والحمد لله يعني انها هتمت على كده ايه دي اكبر منتادة في تاريخ الانتقالات المصرية لحقيقة انت بالمناسبة بس انا فيه افية حلوة يعني اتقلي من كام يوم اه بمناسبة افتتاح الفرع الجديد للنادي الاهلي طبعا اسطورة التعاقدات المهانس عدل القيعي ايوان اول ما شافني قال لي تعالى ده انا واغت في صفقتك انت دكتوراه دي بقى ايه عشان الاحداث دي عشان اللفها دي اه طبعا اه فعلا تخيل انت اشوف يا كريم انت بتقول انت واحد من الناس كنت يعني ما شاء الله انا عارفك من زمان انت الناس الشطار جدا يعني كنت اكبر مواقع في مصر في الوقت ده اه لا انت واحد من الناس ان انت خلاص الخبر متأكد من امتين المية طبعا والناس كلها نامت وهي كده خلاص اه اتفاجأت ان احنا تاني هم في حتة تانية فعشان كده الموانس عدلي بيقول لي انا واخد دكتوراه في الصفقة بتاعتك لا انا بس اقول لك ده ممكن يكون قديم قوي بس انا عايز اعرف انا الاول مرة هو ايه اللي حصل في الحبة دول في الساعة دي يعني ايه اللي فرق انا متأكد انت كمان كنت عارف انه خلاص اتراح الزمالك يعني بما انه شخص نبيل عبد الفضيل فكان موجود في النادي فخلاص المفضوع خلص يعني لا هي الكواليس كلها كانت متلاحقة وبكل شوية كان حاجة طوله والاخرة الاخرى يعني ايه ورا بعض فالله حصل ان اخويا نبيل مهندس نبيل عبد الفضيل موجود في النادي فطبعا هو الوحيد اللي كان بيعرف يوصلي حلو خلاص كده لان انا اللي كنت بتكلمه يعني هو بيبعتلي ميسج انا اكلمه من الرقم التاني خالص افلنا التليفونات التليفون التاني ده ارامت الشريحة فبقى تليفون واحد هو اللي عارفه هو واحد صاحبي تاني بس اسمه دكتور وليد ده ووضوع مخابراتي يعني بالزبط اسمه وليد سوقي خلاص تمام هندس ناصر ابو الحصر جسد نادي اسماعيلي وبتواصل مع كل اعظم مجلس الدائرة في نادي الزمالك هو اللي كان بتواصل معهم كلهم كلهم بلا استثناء بصوه في نادي الزمالك وهو في نادي الزمالك وقبل لا وقبل التواصل ده كله كان قبل الدخول واثناء الدخول يعني هو وبعدين مش عايز اقول يعني يعني فضله ايه محتجزين وشوية يعني مش هتخرج من الاخر لما شريف يجي ايوه هو بقى هو جوة نادي الزمالك هو جوة نادي الزمالك معناها انه شريف جوةなدي الزمالك على فرض يعني اه هو بنيابة عن شريف عبدالفضيل هو تسر بين انا اللي موجود في النادي اصلاً كتير يعني واحداث كتير لا بس كون انه هو وكيلك وشخيرك وermanまあ يعني انه هو بنيابة عنك بالزابط ايوه ازاي بقى شريف عبدالفضيل اتاخم من جوة نادي الزمالك للنادي الاهلي اهي تبقيقتنا نقطة ان انا بعد طبعا مرور الوقت تمت الاتصالات طبعا كالتراغبيتي هي النادي الاهلي انا مش هنمدق واخوة نبيل قال لي احنا مش هنروغل النادي الاهلي وده كلامنا لمهندس نصر تم التواصل في اكتر من مرة وصل محمد يوسف والحاج جمال الجرح على فكرة كان ليه دور كبير جدا في الموضوع ممكن الناس كتيرة متعرفش الحاجات دي هبقى قولها في الاخر بقى دي طبعا الحاج محمد عبدالوهاب وصل محمد يوسف طبعا المهندس عديقية الاساس طبعا عايز اقولك ان هما بتحركوا بالعربيات ورنا مش بغذر يعني احنا هنا دلوقتي تليهم بتحركوا هنا 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 كده لغاية الحمد لله ممكن لغاية بقى خلاص لما الليل دخل فبدأت الامور اخوة نبيل قال لي ما تجلقش كان فيه اعضاء مجلس ادارة بيتواصله مع دكتور وليد الدسوقي اللي هو صديقي التاني ده بقى اعضاء مجلس ادارة الزمالك اعضاء مجلس ادارة الزمالك بتواصله مع دكتور وليد الدسوق اللي هو صديقي شخصي فده كان بيقول لي الناس بيقول لك تعالى دلوقتي وهتاخد مسلا السنتين كاش اصلا خلاص بقى مزايد دلوقتي شوفت انت مسلا قصة عبدالله سعيد دلوقتي خد كارتونة دي 40 مليون وده هي نفس الفكرة كده عايز اجيبك فالسنتين ده هو مفكر موضوع مدي هو مدى وعايز اقولك حاجة هو كان اضعاف الاهلي اضعاف مش دعاف اضعاف الاهلي بقولك سنتين كاش هتخدهم في ايدك والله العظيمة كانت الحمد لله بعد ما تمت القصة احنا خلاص بقى وجهتنا خلاص الاهلي انا بالزبط انما وصلنا عند الحج محمد ابو باب في المكتب عشر دقيقة بالزبط كنت ماضي على بياض ومعرف هاخه دي بعد عشر دقيقة عشر دقيقة انت فاهم الفرق اخويا طبعا كان طلع خلاص وجيه وشيق قال لي هم ده على بياض شوف بقى حصل ايه هناك انا مش عارف بعدها بقى انت فاهم انا بقولك ايه اخويا جيه قعد شاف الناس كابتل الخطيب قال له في التليفون بالزبط كده كان معالي مهندس عادل القيع قال له اخد كلم مهندس وكلم شريب قال له احنا اللي اشترينا هنشتريه وما نخلاش عنه ابدا الكلمة دي عمري ما انساها طبعا ها طبعا ده دي وفيه كلمة تانية اتقاليتلي تاني يوم بقى يعني احنا خلاص الحمد لله جينا فماضينا على بياض وتمام تاني يوم انا الحمد لله اليوم ده عمري ما انساها يعني لان ده انا كنت داخل النادي انا اتشلت على الاعناق جباهيل شلتك فدي انا بالنسبالي ده احسن يوم في حياتي لو انا بطأ ده داخل بطأ البطال لو ايه ده فرقة الاهلي وقتها مليانة نجوم بص يعني مش عايز اقولك يعني من اسعد ايام حياتي لان انا الحمد لله ممكن انا الصفقة الوحيدة السوبر في الوقت ده يعني اللي كانت موجودة بعدين انا كنت اغلى مدافع واغلى صفقة وخدت ثلاث سنين احسن مدافع وراء بعض فالحمد لله يعني كان يعني من امنية حياتي طبعا اكون موجود في النادي ايبو ده حصل كنت متشل على الاعناق كنت خلاص داخل عند المكاتب فجئت الناس بيشلوني وادوني كان فيه بقى الانتخابات موجودة في اليوم ده انتخابات النادي الاعلي فويحنا داخلين وصلنا لغاية السنديق بقى والزحمة وتكابت الخطيب كان موجود فبص لقى الناس شايليني والناس بيزيطة بقى وكله تلم حواليه قالهم ايه ده احنا مش بتوع الكلام ده تفضل جواه على المكتب تفضله وضوه جواه مش احنا الانتاجر بيولادنا كلمة دي بص الكلمة دي انت مش فاهم انا انا سفسي اتخطفت بقى كان اول مرة اشوف كده خطيب من زمن اي مريم يعني اتخطفت فاهم قصدي فاتخضيت بصراحة وبعدين الكلمة قالك احنا مش احنا الانتاجر بيولادنا فالكلمة دي ران في وداني غاد دلوقتي مزعلتش وقتها لا انا خضيت انا انا مش فاهم في انا واقع انا مش فاهم انا انتشلت انا خبوا عن الناس كلها خدتني وروحنا على مكتب المهندس عادل القيام فبقى فاهموني بعد كده الامور يعني جالك تليفون من الزمالك بعدها حد زعل منك حد قالك طب انت تحكت عليه اه طبعا لان الكلام كله انت بتكلم بقى يعني الناس كلها كانت خلاص فاهمة ان انا خلاص في نادي الزمالك اعطى مجلس ادارة وصراحوا كلهم اكتر من مرة يعني كل الكلام الناس كانت بتطلع متى المهند اللي ارحمه كابتن ابراهيم يوسف من الناس المحترمة جدا واللي انا بعزها جدا اه طبعا طبعا الله ارحمه اه من الناس اللي اكدت اكتر من مرة وكان طبعا كابتن ابراهيم يعدو مجلس ادارة ساعتها في الوقت ده اه كلهم طلوا اكدوا في مواقع كتيرة جدا وفي قنوات ان شريف في الزمالك اكدوا لأ اكدوا بنائم على ايه بنائم على موافقة منك كاية مبدأية صح يعني هو اكد ليه لا هو موافقة من الاسماعيلي والناخوية موجود في الزمالك فخلاص هو بنزاله موضوع منتهي اه طبعا عندهم حق طبعا ولكن احنا في الاخر بنتكلم في الانت كشريف عايز ايه وبعدين خلي بقى لك انت في نقطة هزن تفهمها انت ما كانش ينفع تطلع دايركت من الاسماعيلي اللي قال دي صعبة وقتها ما كانش فيه على الفكرة لو بصيت كده ما فيش غير انا الوحيد اللي طلعت دايركت غير بلاق يعني مش بعايز اقول كده بس هي ايه جات بشوات كواليس واحداث غير متوقعة فقدرت ان انا اخرج يعني ما كانش ينفع اطلع على طول الاهل يعني كانت جمهورها في الدات الممانية صحة والمهندس ناصر ابو الحسن ساعت ما كانش ينفع يطلع يبيعي لعيب دايركت بزيتا الحمد لله كنت من اهم اللعيبة اللي موجودة طبعا فكان صعب جدا يبيعني دايركت اللي النادي الاهلي فهي النقطة كتنة بس طبعا لو الاهلي ما كانش داخل في الاخلي كده كنت مكمل مسيرتك مع الزمالك لا هو الاهلي في الموضوع من الاول هو اصلا الاهلي اللي بدأ عشان تبقى عارف وكان بدأ بقوة والزمالك برضو على فكرة الزمالك كان مكلمنا بلاب سنتين ثلاثة والاهلي والسنة كنت مجدد خمس سنين كنت مغير فمجدد خمس سنين فبس ودي طبيعة المفاوضات اللي عندها كبيرة بتجيب اللعيبة الكويسة عشان تقدر تنافس في البطولات تقدر تستمر فده نجاح الفرقة كبيرة في كده يعني صحيح بس فالحمد لله روحة النادي الاهلي وجاءت الامنية وجاءت الامنية وجاءت الامنية الحقية يعني بشكل عام فترتك مع النادي الاهلي انت مقصود منها رضي عنها ولا كنت شايف انك ممكن يبقى فيها افضل لا طبعا اكيد كان فيه افضل من كده بكتير وكمان انا كشريف كمستوية وكامكانياتي انا امكين مش عز اقولك مثلا ممكن نص امكانياتي بس اللي طلعت شوف له درجة ايه الحمد لله كان عندي امكانيات قد كده بكتير كمان وكان لأثر نفسيا عندي كمان شوية المنتخب ان انا ما كنتش اساسي فترات كبيرة في المنتخب ده كان بدايين جدا وبيأثر علي بالسلب يعني كل ما اروح تجمع المنتخبات يعني انا اكتر الناس روح تجمعات المنتخبات ودايما كنت اروح في دايما في التصفيات افريقيا او كاس العالم انما البطولات المجمع لا صح وده كان فيه حد افكار كده يعني كانت عندي طبعا كابتن يعني في ساعتها كان الكابتن حسن شحاته وكان معاه في الجهاز الكابتن شوق غريب وكابتن حمد صدقي كان هو افكارهم في الوقت ده كده خلي بالك كل مدير فني وليه قناعات وليه قناعات وليه مجموع مؤمن بيه هو كان من المجموع هو من المدربين المؤمنين بمجموع معينة فبيستمر بيه صح طيب دي كيف بدايتك مع الاهلي اللي انت حكيتها بتلك الكواليس نهايتك مع النادي الاهلي او نهايت تعاقدك مع النادي الاهلي كان فيها برضو كان فيها قصة كان فيها قصة اه وانه ازاي تمشي وكان هيمشي معك جده تقريبا وقتها ميشي معاه جده بس كان الكواليس بقى هنا لا انا كنت لسا مجدد ايوه لكن اه كان ايام الموانس محمود طاهر كلمتك ساعتها اه اه كلمنا كلمنا اكتر مرة عشان يعني انت كنت بداي وكنت العادة لسا خلصة وفناس ولمش هستامل مشكلة مع الاهلي المولوعة بين نارين خلي بالك اصنا عضيتي كذبانة كذبانة ايوه حقك ايوه على الورق كذبانة جده واي حد اجنبي كان هيعمل كده تمام طيب انا كشوفه على فضيل راجل حب النادي وعمل مستحيل عشان يجي ينادي الاهلي ما ينفعش يا جرف عضاء وعنادي الاهلي يستحيل 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 هيكون تعملها اللي لو انت وقعت التجديد التعاقد بعد كده لا حصل يا كريم ان انا كان عقدي خلص تمام فكابتن علاء عبدالصادق طبعا هو كان رئيس جهاز الكورة اللي كان موجود في النادي في الوقت ده فكان معاك كابتن الوعي الجمعة تقريبا كان موجود يعني او حاجة زي كده فكابتن علاء اللي تعالى هنجدد وعدنا ومضينا ثلاث سنين وخد كمان جده ومضى ثلاث سنين كان كابتن فاتح مبروك هو مدير الفني في الوقت الحالي ده والحمد لله ممكن يا كريم فترة دي الوحيدة اللي كنت الحمد لله فيش اصابات خلاص فيها وعشان يتأكدوا لعبت ماتش المقصة وكسبنا 2-0 في المقصة وكان ماتش صعب جدا كان ايام الاب جلال هناك انا فاكر انت لعبت في الاخر كويس عشان كان حتى هم رحوا مجددوا مجددوا شريك ما هو كويس واجل تمام والحمد لله مكيش اصابات ولا في حاجة فالناس تأكدت فمضى تمضي معي ليه ماضيه ثلاث سنين وتأيدت في افريقيا تمام؟ جده ماضى ثلاث سنين ومتأيدش في افريقيا محليا بس بص بقى هنا وعدت كان جده تأريبا عنده اصابة وقتها لا كان موجود ولا لا كان لعب معي برضا اصلاح فاكر ان انا متأيدش عشان اصابة بتاعته كان تطول تأريبا كان لسه راجع من صليب حاجة زي كده يعني فالمهم يعني الحمد لله انا مضيته جده متأيدش في القايمة الاولى وانا تأيدت في القايمة الافريقية فخلاص انت موجود فاللي حصل بعد كده ان انا فجئت ان هما عايزين يطلعوني اعارة يعني يبيعوني لنادي المقاطس كان بيع لان هما عايزين يجيبوا حد تاني وكان فيه اتنين لعيبة تانين هما منفروض يمشوا كان شريف حازم وكان احمد عبزار تقريبا حد كده ففجئنا في اخر لحظة بعد ماتش اسبانيا كان فيه ماتش ودي في اسبانيا خلصنا هناك وكان اللي ماشي شريف حازم وابزار رجعنا بقى شريف حفضيله جده ايه اللي حصل في الحتة دي مش عارف الصدمة بقى اه هي دي بقى انا اتصدمت انا عدت طبعا في زهول فترة مش مصدق يعني هو النادي طبيعيا مش هيعمل كده هو النادي مش عايز يقزيك النادي عايز يشوف لك حاجة ترضي جميع الاطراف طبعا ان هو برضو مش عايز يسيب شريف كده اه اتفاجئت ان تم الاستغناء عني واتبعتت فلوس لاتحاد الكورة اه اتفاجئت طبعا بالكلام ده كله طبعا كذا المحامي يكلمني وكن كان سهل جدا ان نوصل والمحاميين اللي هنا كلموا لي ناس في سويسرا وهناك ان تواصل معاهم فقلت له يا جماعة لا يعني مش هينفع خلونا بس نشوف النادي يعني الناس انا مع الاهل اعايز احلاها سلمي انا نفعش مع الاهل اخش طبعا في عمري ما اقدر اخش مع الاهلي في نقطة جديال ابدا او نقاش في حاجة زي كده فالموضوع كتشفت اه ان كمان انا ماضي ثلاث سنين فحطه سنة ونقصة نسبة مشاركة في التحاد الكورة اه حطه سنة ونقصة نسبة مشاركة من التحاد الكورة فالطبيعي قوانين الدولية فيش حاجة عقدك كامل طالما ماضيت عقد بتاخده كامل طالما حضرتك النادي هو اللي بيفسخ من طرف واحد هو اللي بيديك عقدك كامل ده في الاتحاد الدولي ما فيهاش نقاش خلي بالك لو عرفوا الكلام ده مشاكل طبعا وهيحسن مشاكل الاتحاد كبيرا طبعا احنا اه انا اكتشافتي طبعا ومعي جده حتى يمكن اه يعني اختصارة للكلام طبعا الحمد لله خدنا القرار الصح و اه و اه و رفاق و اه و قبلنا ناخد المبلغ اللي موجود و نرفق و عدم رفع اي دعوة ضد النادي الاهلي يستحيل احنا نقف قدامنا دي الاهلي احنا لسه مكملين هزا الحوار الممتع جدا مع كابتن شريف عبدالفضيل بعد الفاصل نواصل خليكم معنا موسيقى يا عرب حضراتكم مرة اخرى بصو الحوار في الكواليس او في الحوار بين الفاصل ممتع زي ما هو ممتع كمان على هو بس في حتة كده مش حايفة اصلا واحنا من الوقت الوقت كنا ندخلين على الهواء على طول مش حايفة هيتقالو يا لا بس هنتكلم فيها فتبنتكلم على الكابتن و اتصالة جواح من اعظم المدافعين اللي جواح في تاريخ الكرة المصرية لعب جنبه عدد كبير من المدافعين وكابت الشريف عبد الفاضيط طبعا لعب وزيما لكابتن واي الجمعة حكيني بقى حكاياتك مع كابتن واي الجمعة عشان كل مدافع عنده حكاية مع واي الجمعة بقى واي لا ده هو حكاية الواحدة طبعا واي الجمعة طبعا لعب كبير وخدم منتخب مصر مدى الاهل بسنين طويلة بس هو كان أحسن واحد يلبس لجنبه ده أساسي إزاي بقى يلبسك إزاي في مرة مثلا ماتش إزاي مالك في إزاي مالك خدم فترة كده أول تلت كان فيه تلت ماتشات أورا بعض أول تين يروحكي جاي فينا جوان الحمد لله الماتشات دي كنا بنكسب وبنتعادل الحمد لله أنا على فكرة يعني أنا عدت في الأهل الحمد لله حوالي سبع سنين وأنا بلعب مخسرتش أولا ماتش من الزمالك فكان مش فاكر كان حسين ياسر تقريبا أوشكبالة رفحها فحمة جعفر ماشي هو اللي مع واقل كرة متحركة بس هو اللي ماسك أحمد جعفر وأنا على القريبة واقل هنا وجعفر هنا معاه وتقريبا أشكبالة عسين ياسر عامر كروس جعفر ركب حط الكرة في الزاوية وجون مين اللي مع جعفر لقيته قطع من عندي نقطة البنن عندي قولي يالله شريف يالله ولا يهمك قولي يالله لا يبعدينك مش قلق بثانيا ببعدينك كده منت اللي ماسكو طبعا أحمد ستتحكي ليه موقف زادا يبل كده برضو بص يعني هو الجمع بيفضل وإحنا كلها بنعد عليه عد على أجيال طبعا مدافع عظيم طبعا الله أعظم في عيني كل اللي عد عليه هو طبطب عليه ملك الطفطبة في ناس كتير زعلت منه يعني ملك الطفطبة وفي حاجة تانية ممكن بركات كان بيقولها دايما الباص بقى الباص أولا ما فيش باكرا يتعمر معا يعني دايما اي باكرا يتعمر معا يعني دايما اي باكرا يت هتلاقيه ميشي منادي أحمد صديق أحمد صديق أحمد عادل محمد عبدالله السلام الشاطر الوقت مانجة حتى ملاب مانجة اللي راح اتحاد قبل كده وحمد عبدالدوان وحمد بص مفيش حد دايما بركات كان يشوفه بركات بقى كان زاكي يشوفه هيعمل اللي باص يجري على قدام أصلا أصلا اللي هو بقى شوف تصرف انت بقى بعد عني بيديك الباص في مستوى كريم ولا هتعرف تستلمه ولا هتتصرف في الكرة ولا هتشلها انت حتى طبعا ولا بقوة في المستوى ده وانت عدك خصمين الخط والمدافع اللي قدامك خلاص هتستلم ازاي صح يبقى ما فيش حال فبيديك الباص صعب جدا وانت دايما الباك رايت على فكرة دايما عندهم الأدوار بتاعتي مختلفة لانا دايما بيبالعب على خصمين الخط ده خصم خلاص والجيبي هاجمك ده خصم صح خلاص دايما الحالة بتاعتك بتبقى غير المواقف اللي في الجيم خلاص فدايما وقفتك هتفرق جدا استلامتك للكرة والباص اللي جاي لك جاي لك ازاي هو بيديك أصعب باص اللي هو فوق الأرض والمستوى ده خلاص وبيدوه لك ولا هو هنا ولا هو هو هنا عند الربا جدا تمام وقو جدا تمام معاكرم منه اه ولمعنى لما مش هتستلمها هنت شلتها انا فاكر مرة كان مانجا بيلعب مش فاكر ماتش الاتحاد كنا في صيد القاهرة والله العظيم وكان مسترمانو الجوزيه قاعد عالدكة أول ما بدأنا خد استلم الكرة ودها المانجا اتقطعت مانجا استلم طبعا الكرة راحت هنا ما هيستلمها ازاي صب صب الفروت خده راحت تجوهن يا مانجا جوهن معا بقى يا مانجا استلم صح يعني اصلا اصلا يعني كمان مش يقلم عليش ان انا بسطالها قوة قوة بقى دي بالزبط 15 دي هكام مانجا تغير من الملعب خلاص كده ومانجا ده ما لعبش بكراية تاني خلاص عليه خلاص عليه وقال جواه خلاص عليه خلاص عليه كنت تتوتر وقال جواهن كان بقافش يباصي وكادش يعرف لا لا مش بقافش يباصي يا ربي كل واي جواهن يفقش علينا دي الوقت وعنده قوة بص زيادة وعنده قوة مفرطة يعني بمناسبة ببراكات جبت سيد براكات حد قبل ما نخش الهوى قال لي خلي شريفي يحكي لك على قصة كسر ايد براكات بسبب سيد معود يا مهرب يا براكات حزبن علي حزبانة في الوقت ده عملت ايه براكات كان عندنا مطش في افريقيا في استاد قاهرة حل فداخلين المحاضرة كنا عادين في القتيل بتاع اللي بن عسكر فيه على طول يعني ففيه في المحاضرة براكات انت عارف على طول ملك التسخين بيسخنا كلنا على بعض فانا قلت يعني اللعب الدول بتاع انا اصلا يعني في المحاضرات دايما بمركز وهادب طولها براكات سيد معود على فكرة قال عليك المنتين كده قبل ما تخشوا قال لي بجده انا هو ما رأعملها اصلا يعني انا غشيشها منه يعني هو بيوقعنا كلنا ببعض بس انت عارف براكات اه طبعا يعني مريكا الحركات دي مش من شوية يعني فرح انت عسيد بتقول علي وعجبه يضرب ايده كده كراسة للأسف كلها حديد هي الحديد دي بتاعت المحاضرات والاجتماعات بديت شرخ في جوزي ميسك وبهدله خلاص وانا طبعا لقيت الموضوع كده لوح تجيبه اخد بعضي اهرب اهربت بعيد في اخر القعب خلاص براكات بزر شيف عفضيل فين حسب يا الله ونعملوك بيك بجده اه بقى خلاص بقى معا وانت حسيد بزنب طبعا زنب ايه انا خلاص انا مش مصدق اللي حصل سيد معاوت بقى في القصة دي حكا تخيل انت براكات شهر ونص عامل كده بسأبك تمرين كل ما شوفنا انا هشوفه جاي باجري وسيد معاوت بقى كان موقف ايه في القصة دي كلها سيد بيتحك وفرحان جلق فرحان فيه لانه هو بس براكات هو طول الوقت مارجر سيد معاوت اه طب وجوزيب اعمل براكات ايه سيدة؟ لا ده خصم وخصم منه فلوس جامدة وزعق وده استغتار وده تسيب وده بص كلام من ده بقى طيب وبركات بيغبط مفكر الكرسي مش جامد فطبعا يعني ده خصي حديد ايه بقى حكاية الاحتفال سوبليكسي بتاع المسارعة اللي انت عملت مع براكات ده اه انت جبت الكواليس اه اعملت الكواليس كده حاجات اه عنا نذكر شوي انا كنت ايه يعني في الوقت ده كنت داشن شوية في تعاملاتي وبحب المسارعة شوي لان انا كنت من هوات المسارعة وتعرفني انا كنت باطمرا كتير طبا وتتفرج على مسارعة انا عارف اتفرج على الحاجات دي يعني فجي ماتش تقريباً زيسكو تقريباً في أفريقيا أو سوبر أفريقيا حاجة كده. مش فاكر يعني كان عندنا في استاد القاهرة برضو. فباركات جاب جو. حتى كان فاترة حجري وسيد وقتلهم بس بس سيبوه سيبوه. قلته جاي بعضه تحت دراعي هنا كده. خلاص. وقتاير بي ونازل. مفروض الطبيعي انه وشه بينزل على الأرض. انا قلت له يعني رأى فتم بحالك انا مش خلي يعني ايه مسكت ايدك. يعني انا خليت ايدي مسكة وشك عشان ما تنزلش على. قال لي يا اخي ده انت جاحد. اصلا هو طول المطش خلي بالك بعد ما انا عملت بتاعي هو فضل ضايخ. انت لو جبت الفيديو بتاعها والفيديو بتاعها موجود تعجون. رهيب. انا خدت وطرت ونزلت. ايو يا ما اعملت لاش معابلي كده اول ما اهوت فاجئ. لا كنت اعملها فهوض اللبس بس ما بعملاش كده لان اللبس فيها بلاط. طبعا. ده وشه هتكسر فيها. مية في المية. لا. بص اكتر مناس تعمل فيهم الحاجات ده كده. احمد عدل عبد من عمي. ايوة. احمد السيد. احمد سبير. اه. احمد السيد. اه. حاجات مندي بقى جواليس مندي كتير. حدي قال لي احمد السيد ومحمد سمير وقينوف نجالي برضو بتاعيس تشيلهم هما التلاتة مع بقى. ده في مالي. 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 في الملعب المالي اه احنا اتحبسنا احنا خدنا فترة طبعا يا كريم انت عيشت معنا الاجواة دي وعرفها. اه طب. اه انت يعني انت ما شاء الله عليك في الحاجات دي اصلا انت في مجالك. لا. ده فينا وانت كمان انا بعتبرك من الناس كمان الموهوبة يا كريم. يا حبيبي رب خليك. انت في شغلك محترف بجدد. يا حبيبي رب خليك. وقاديين معنا وعارف يعني ايه لعيب الكورة واجواء الكورة. طب. وعارف تفاصيلها يعني. احنا اتحبسنا في الفترة دي انت افتكر طلعنا من احداث اه المحلة. روحنا طبعا الحداث المؤسفة طبعا 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 اتبور سعيد. انا طبعا الاحداث دي كلها كانت معايا. خلصنا رجعنا روحنا الملعب المالي اتحبسنا. اسبوع كان في حرب اهلي. ام. في الملعب المال. يعني عنا احنا في في عاجة غلط. طبعا. كل ما نروح حتة يحصل مصيبة. صح. والله العظيم. انت راح الالام. حبسنا اسبوع. ضرب نار حولينا في كل حتة. اه. انا بص على الامن برا. مفيش امن في القتيل. احنا فكرة احنا رجعنا في طيارة حربية يمكن سادت المشير طبعا. طنطاوي يعني جزيل الشكر ليه طبعا تكرم وبعدت الجلال مصرية كلها هناك. رجعنا كلنا في طيارة حربية سبعتاشر ساعة سفر طيارين فوق البحر كت والله العظيمة الكريم. صبعا. وبعدين ايه بقى? عادين طبعا تعرف طيارات حربية. صعب. مش هتبقى كراسي. شلتوهم بقى ازاي? عملت فيهم ايه? شلتوهم. اه. عادين بقى زهقانين مش عافين نعمل حاجة. وتعادين خسرنا المطش تقريبا واحد سفر. والحمد الله كسبنا في العودة. بقيت بقى شيل عب منعم وسامير. مهم اتفقوا الخامسة. قالوا بصوا احنا نمسك شريف. نمسكو. هنتجمع عليه. مش هيقدر علينا. خلاص. فاول واحد منهم جالي مين? مين? احمد عادل. جاي يضرب. روح تجايه مسكو. رميه تحته. طبعا كلهم شافوا منظر جري. اه. محمد عادل طيب. 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 اه طيب. اتجرق ازاي? اه. ما هو ما تجرقش. ومتجمعوا كلهم بقى خمسة. جايين. اه. هم خمسة جايين. فهو جاي اول واحد. اه. داخل بقى لبي جامد بقى معا خمسة تانيين. اه. روح تجايه مسكو منزلوا تحتها. اه. فهم شافوا المنظر جري. اه يا رب. اه. قل لك بس دمشق يرحم. بركات بقى في الحادسة ديك اللي عامل ايه في وقت ما انت كنتو مزنوا. لا بركات ما بيلاقي الحاجات دي. ده بركات مع ميكي شوات الشاي. ما يعملوش في الله. لا بركات قلم خالص في الله. الجول اللي انت جيبته في مطش الزمالك. ده واحد من اشهر اهدافك. انا عرف انت ليك اهداف تاني رائع. لسه بتقول له على الجول بتاع اسماعيل وتنت. اه ده حكون من الجوان الجميلة وما اخدش حقه يعني ما اخدش شافه. هنجيبه و هنجيه بكرة يبقى معنا و هنشوفه. ان شاء الله. الجون بتاعزمك داود انت جيت على الكابتر حسين بدري. حسين بدري قاعد يتكلم معك. على الكابتر حسين. قاعد يقولك ايه بقى في اللحظة. الجون كان اولا من 35 البليارض. عيو قوي طبعا. خلاص هابو تريكا كان عايز يرفعها. قلت له بس سبها. انا الحمد لله كنت لحاجات الفاولات لو تاخد بالك. بعيدة. قلت دايما انا بقى حاول اشوتها كتير يعني. صح. فالحمد لله خلي بالك ان التوفيق يبقى معاك الحمد لله. لو ان هي تيجي بالمنظر ده ده بيبقى مفاجأة. ما بتجيش كتير. ها. لنا نكونوا واقعيين يعني. خلاص. فكرة الحسين مش مسادة. فوانا بجر عليه ويبصي لي انت جدع. انت جدع. باكشة نفسه. لو ادحكني وانا جي احتفل ما كان دحكني ليه. اه. انت جدع ليه بقى. وانا اصلا كنت متنشين قوي وكنت مضغوط الفترة دي. لان انا خدت بالك وتبادر بع سيدري جامد. لان انا كنت ده. الماتش ده كان في نفس السنة اللي انا جيت فيها. صح. فكان عليها لغط وكان عليها ضغط اعلام جديد. دايما الصفقات الكبيرة. ايبقى عليك الضغط. عايزين الناس عايزة منك كل حاجة. صح. انتو في المفترة دي كان عندك علاقة عظيمة في قط اللبس. كلاعبين. لا الحمد لله. مرتبطين ببعض. وصبعا انتو كان فيه بينكم انتخابات جواه في قط اللبس. كان بركات بيعمل انتخابات تقريبا او بيكسر. بركات اه كان دايما حتى لما يجيب جوني اقولك اختاروا رقم تمانية. كان عادي بقى كابتن فرقة يعني. لان في فترة دي حصل مشكلة كنا في النمسا تقريبا. فترة اعداد. فحصل مشكلة كان احمد السيد خانق ما حد. مين مش فاكر بس كان. حد من اللعبين يعني. حد من اللعيب اه. حصل مشكلة مشادات نتعرفها. فتم سحب الشارع منه. اه فكان حد تاني مفروض ان هو هيبقى الكابتن يعني. اه. فكان بركات دخل بقى فلما اتعرف بركات لما بيزيت. اه. هو عارف ان هو مش الكابتن هو حاجة وبيهزر يعني. فلا بقى جماعة لا خلاص احنا انتخابات وهنفضل طول فترة دي. اللعيب هي اللي تقول ميني. فكان كل ما يجيب جوني يعمل تمانية. اللي هو انتخبوني. انتخبوني. ده ارام ارامة في المعلومة دي. اه. اللي هو الانشارة دي كانت انتخبوني. انتخبوني فعلا. اه. طيب اح احوان الممتعة مع كابتن كبير كابتن شريف عبدالفضيل بعد الفاصل. لسه كمان كثير من الكواليس اللي تكون معنا. يا عرب حضراتكم مرة اخرى. للأسف الوقت مع الناس الحلوة بيخلص بسرعة شديدة جدا. مش عايزة اقتل مع كبير. كانت تشيره عبدالفضيل قبل مسأله عن المستقبل. احنا تكلمنا في الماضي كتير اوش. ده اي. والحاضر القريب كان فيه طبع ناشئين النادي الاهلي وانا جاحت عديدة جدا لمدة خمس سنوات. المستقبل ان شاء الله بتفكر فيه ازاي. لا ان شاء الله انا اخدت طريق كرير بتاعي في التدريب. التدريب ده انا الحمد لله يمكن مش معقولة بعد ما اعطي الشبت ده كله. اسيب بالتدريب يعني بعيد جدا. انا الحمد لله خمس سنين في قطاع ناشئين. سنتين مساعة ثلاث سنين مدير فني. روحات فريق الشباب. الاهداف بتاعتك لازم تبحطيطها قدامك. الحمد لله امك ان انا كان اخر سنة ليا في القطاع النادي الاهلي الاخيرة ديت. واستأذنت بكابتن محمول الخطيب وكابتن خالد بيب وكابتن بد الرجب. الناس كلهم يعني دايما ما بنقافش قدام بعض في الحاجات دي. ولكن انت عارف عندنا كريم ما فيش حاجة اسمعوا لهم انا هامشي. انا بروح اقول لهم بعد اذنكو انا. انا عايز انا. او شوفوا القرار مناسب لي. القرار اللي حضرتكم عايزين هو ايه. طبعا كابتن خطيب. صراحة يعني ودي لازم اقولها. الراجل قال لي كابتن خطيب بيقول لي انا في ظهرك. انت عايز بيه انا معك. يعني الحمد لله ممكن دي كانت اخر مكالمة بيننا ومش عايز اقولك فيه كواليس تانية طبعا احنا ما بنقولش كل حاجة. ولكن فيه نقاط لازم نتكلم فيها في العالم. كابتن خطيب بيقول لي انا في ظهرك. واتحرك ومتلقاش من حاجة. واحنا هندعمك. زيما كنا بندعمك وانت معانا لعيب. وانت مدير فني معانا هنا. هندعم لما ترجع لنا إن شاء الله فدي الكلمات دي لما أجيلك طبعا من قيمة كبيرة زكاة نحمد الخطيب دي بالنسبة لي وده كان لازم أقوله وأشكروه على الهوى يعني في حاجة غريبة مش حاجة غريبة حاجة كويسة حابب أسألك عليها الضوء في الحوار ده أو حتى من قبل الحوار ده في مواقف كثيرة منذ توقيعك للنادي لو تلاحظ سيكونز بتاع الحوار منذ توقيعك للنادي الأهلي ورحيلك عن النادي الأهلي لعبن وتوليك مهمة قطاع الناشئين ورحيلك عن قطاع الناشئين في كل ده كواليس ممكن يكون فيها حاجات تزعلك من نادي الأهلي أوليك الحق فيها مع النادي الأهلي بس دائما تتحدث عن الأهلي بشكل رائع جدا وبشكل جيد عشان تفضل محافظ على مكانتك جوة النادي الأهلي أنا فاهم صح ده حقيقي مكانتي مش مكانة لكن فيه ناس كانت تقولي دايما لما أجي مثلا أتكلم في النادي الأهلي حلوة كيف يقولي يا عمي ما أنت شغال في النادي طيب أنا بره من نادي أهو ما قدرش أتكلم وجش عن النادي الأهلي مين يقدر أتكلم وجش عن النادي الأهلي معلش يعني مش عايز أقول حد ما بيفهمش سوري عن التعبير ولكن النادي الأهلي قيمة كبيرة قيمة جماهيرية كبيرة كيان كبير فلازم الناس تفهم قيمة وكيان ده مش سهلة أن انت تخسر ناس بالقيمة دي والكيان الكبير ده فأنا تعلمت حاجة كتير أنا عشت أيام فرحة كريم مش عايز اقول لك الحمد لله ممكن 13-14 بطولة داخل النادي الايام ايام حزن من اسوأ الايام اللي ممكن تشوفها في حياتك مش عايز اعيد الزكريات فيها فانا عيشت اوقات فرح شديد اوي ووقت حزن شديد اوي ومن اسعد لحظات حياتي وانا خارج ومن اوحش ايام حياتي وانا يعني اول ما دخلت النادي اسعد لحظاتي وانا خارج هتوحش لحظاتي فانت عايش كل حاجة جوه النادي ده وخلي بالك انا خارجت ورجعت تاني برضو يعني انا خارجت اصدي برا النادي وبردو صممت انا ارجع النادي الاهلي الحمد لله فعارف قيمة النادي كويس صحيح كابتن شريف شرفت ونورت حيال حوار النهار ده كان حلوة اوي وممتعة جدا امشكرك شكرا حيالك كريم متشاكر جدا وكنت مفصول جدا موجود معا شكرا كابتن شريف ده كان ختام حلقتنا النهار ده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الفكر